السلام عليكم و مرحبا بكم معي في الفيديو تعلق اليوم نعتدرشي على الصوت عن اشياء مريضة جبت لكم الوصفة اللي وعدتكم بها و قدت لكم نديرها لكم قبل العديد ان شاء الله على التابل وللمكون يعني السري اللي تشوفوه دايما في المطبخ دايما هو مشي سري يعني انا جامي نخبي عليكم حاجة هذا هو التابل انا نقوله راس الحانوز بصح مشي هو مشي راس الحانوز راس الحانوز يتكون بزاف توابل يعني ما تقدرش تستعمله في جميع طبخاتكم بخونتخ هذا ما فيش بزاف توابل فيه ستوابل فقط كي ما راكوا تشوفو هنا يا فيه التوم فيها في الفل دريس فيه الكركم فيه في الفل الكحل والقصبر والكروية هذا وش فيه يعني تقدروا تستعمله في كامل الطبخات تعكم خاصة ليسوا صغوج والوصفات يعني تعالعيد كي ما الشرمولات كي ما تعرفوا الكرويات مشي ملح مع الشرمولات عندي هنا يا قدت لكم رطل قصبر حوالي تلت كيلات كيلتهم عندي كيلة نقصة شوية كروية عندي عندي رحفنة كبيرة تعالع الفل دريس عندي فلفل لكحل يعني حب حوالي صون قرام مع مية قرام بتاع كركم يعني منش حنستعمل كامل الكميات هادوك يعني الكركم حوالي نستعمل واحدة السبعين قرام هكاك الفلفل لكحل مية قرام وعندي واحدة الميتين قرام بتاع توم توم طازج عادي هاي لك الكروية تعيي هنا كنت نوري لكم يعني نقية الكروية ونقية القصبر يعني مازال ما خسلتهمش دوك نوري لكم كيفاش تخسلوهم هاوليك الفلفل لكحل تقدروا تستعملوا ما من الفلفل البيض يعني تخلطوا معاه الفلفل البيض ولا تستعملوا الفلفل لكحل دوحدو التوم قد لكم درت حندر هنا يا اربع فصوص كبار ولا خمسة حوالي ميتين ميتين جران فهاد الكمية كامل وهاي الليك على قصية دي حفنا كبيرة تع فلفل دريس يعني بش ما تجينش يعني بش ما يجيوش ليزي بيستوعي حرين نروح دوكاتيك نقص التوابل تاعي نبدأ بالقصبر اه اللي هو التابل اخوتنا توانسان وجههم تاحية يعني منهم اهلي فاميلتي يعني فاميلت ماما اه يقولوا لو التابل القصبر عندهم هو التابل نشمخوها كده يا فلما نقصدوا من احسن زوج خطرات كيما تعرفوا القصبر خفيفة راح يتلع على الفق وهذيك الغبرة كاملة حتحبت ليلة تحت شوفوا هنا يا لما كيفاش ولا معكر يعني توصخ وهنا البس هنا راي يحملها ما وشي بان من يحمل ما له كحل يعني صراحة التوابل اللي رانا نشرهم السوق يعني كاريتا رانا نهلكوا في صحتنا ما كشكي ما حاجة نقية وتخدميها وتنقيها وتغسليها بيدك في الدار من الاحسن حفاظا على صحتنا وصحة ولادنا يعني تقدروا ما بتستعملوا هادلي سي بيس ما في الاكلة تعولاتكم يعني كما تعرفوا الدوابل صحيين خاصة نن الكركم والفلفلة يعني الكحلة تازج هكذا يا ولا لقيتو هاد العواد صغر هادو ما نحيوهم تانيتك نوريكم التوم هنا يا بعد ما نقيتو قطعتو الى شارع احياني افلي شوفو شارع الحرقاق بقدروا ترحيوها بالروبو يعني كي ما ترحيو اللي بصلب لما تضيفو له ولا شيء هاوليك القصبر تاعي بعد ما خصلتو قتلكم ملاحزوش خطرات الفلفل دريس نقيتو نحيتو هادوك الشابو نقيتو من زريعة يعني شمختو هكذا في الما ولا تريشو يا هو تانيتك هكذا يا بهاد الشكل سيدو نحيو بزريعة كي تصيبوها هاي لك الكروية تاني هي تاني خصلت هازوش خطرات وقطرتها مليح الفلفل لك حال هاوليك خصلته وصراحة خصلت كلش ما ملكور كومو خصلته لقيت بزا فيهم لغبرة هاد ليزي بيس وهما يعني يستعملوا فيها الرند يديرو حفنة كبيرة كي ما درت انا يلحفنة تاع في الفل دريس هما يديرو الرند انا ما احنا ماما يعني ماما الوصفة تاع ماما ما ما تستعملش فيه ماما الرند رند كي ما تعرفو قاسح هنا يطلعت الاسطح وحنفرشهم هكذا يا في حاجة مقطنة ولا درا ولا ليسانسير حاجة تكون نقية انا بالعاني هكذا درت لكم درا بيض بش بش يبن يعني مليح فيه نخلطهم هكذا يا مليح بجره هي ريحة تعبق يعني السر داعو هاد لي بيس هدايا في التوم قد ما تكتروا للتوم قد ما يجي يعني ثاوح وريحتو هيلة يعني تعبق في الدار هيلة جمو هاديك الريحة الشب هاديك تاليزي بيس يكنا نجموها بكري في الاسواق يدو كاميرا هيش كاينة سوختو هنا يا ابن احنا يا في الجي يعني انا يا كانش في الريح في السطح قدرت يعني حجراتش اديت بيهم هادا كدرابش ما يطيرش وخليتو هكذا يا حتي تشمسو ويبسو هنا يخ دولي حوالي يوم ونص كانوا يبسو مليح حبيت بك نوريلكم مصطحة كدايا لمنظر الشباب هدايا مع الصبح شوفوا رهو شوية ريح يعني اه هنا يا ونراني كريتا احنا الى الما يجينا شوية وما مراوش يجيهم كامل شوفوا لي بيسينتا وحوم كامل رهو فارغين يعني للاسف هنا يا بعد ما وليت الداري جبتوا معايا هكذا يا بس احنا رحي هنا يا في داري شوفوا كيفاش رهم ترتقوا هديك الثوم هديك يبست حجرة من الاحسن استعملوا الثوم بالتازج ما تستعملوش هدك تاع البودرة كما شتو يعني استعملت هنا يا كامل التوابل يبسين يعني اه حب من بعد انجي هنا يا نرحيه رحيتو هنا يا في رحيوة القهوة اللي عندها رحيوة التوابل تستعمل استعملها ولا من الاحسن نديهم للرحاي السرع وانجح يعني الرحاي عندو لي ماشين سبيسيال يرحيهم بودرة صح هنا يا ماما ترحي هكذا يا دايما في الدار نستعملوه عادي يجي بزاف هاي اللي وصفة عماما يعني اللي نفتخر بيها نوجه لها تاحية بعد ما رحيتو الخطرة اللولى نجي هكذا يا نغرب له في السيار شوفوا هنا يا نحي كامل هادوك لقشور هكذا يا اللي من الفوق احنا عاود نرحيهم هما تانيتك نعاود نرحيهم دفوة يعني زوج خطرات نرحيهم ونجوزهم في السيار حبيت بك نوريكم الرحيوة اللي رحي عندي رحيوة عادية موجودة في الاسواق رحي تدير اه اه واقينا ملدي هنا غمية تالف هدي هي رحيوة اللي استعملتها ماشي حاجة بروفيسيونال يعني وفات لي بالغارض راني نرحي فيها راني يعني نرحي فاتيك الكمية تاع التوابل مرحيت هاش كامل صراحة انا رحيت نصفها قد خرجت لي كمية كبيرة كما راك بتشوفو تقدروا التومات كيلو بالفناجل يعني ديروا تلت فناجل تعقص بر وفنجال نقص شوية بركة عكروية نقص المكونات هاملي قط لهكم مرحيت همش كامل رحيت نصف الكمية والكمية الاخرى خليتها نخبيهم في الفريجيدر حتى نجي نستعملهم هاولي كتاب التاعي راهو واجد يعني الريحة رحي تعبق في الدار وشن نقول لكم ريحتو هيلة وراح يضيف مادق يعني رائع في الاطباق تاعكم نتمنى تجربوه وتقولوا لي وتخلوا لي تعليقاتكم قد لكم نخلي لكم دايمن الروابط كامل والمقادير في صندوق الوصف حبي تبركي نقول لكم على الطريقة لي تحتفظوا بها بهذا بهذا التاب الهدايا ديروا في باطا غلقوا عليه خليواه في الفريجيدر يعني يشد لكم عام عام ونص عادي يعني يشد مدة طويلة بلما يتغير بلما تتغير النكهة تاعو وشنو خليواه في الفريجيدر يعني هو وجميع التوابل اللي يكونوا عندكم خليوا يعني الكمية الصغار هاكده يا برا لي تستعملوهم والباقي دايمن حتفضوا بهم في التلاجة باش ما تخسرش النكهات تحهم يقعدوا يعني يدي من هاكده يا جدد وتاني تيك ميديروش السوس كيما تعرفوا التوابل كي تخليهم برا رايحين كي طولوا يديرو هدك السوس هدك يعني بهات طريقة يقعدو كي مراهم نتمنى من كل قلبي ان الوصفة تاعد كون نلت اعجابكم ونقول لكم نتلاقاوه في فيديو جديد ان شاء الله وماذا بي تجربوه وتخلي بلي تعليقاتكم ونقول لكم لماذا ما دارتش ابوني معليها غير تابوني هكده بشي لحقها دايمن جديد تاعي ونبقيكم على اخير اشتركوا في القناة